لا أعرف شيئا أخرى تكلم مع زكريا على هذا التنوى الذي تحاول إجيبه للأغنية المغربية الكثير من الناس ومترك عارف واعي بهذا الشيء يقولوا لقى واحد ستيل وبقافيه والأغانية ديال زكريا غافولي كتشابه ولكن أنا لم أكتبه لأن الأغانية ديالك تشابه كينين بزاف بزاف ديال الاختلافات واش ممكن دولين على هذه النقطة بالطبع أنا أتفق معدوك والناس ومتفق معك في نفس الوقت لأن زكريا غافولي أعرف أن عنده للمحات توراتية مدغنيزة في شوية ديال الإدانتية مغوكان دياله هذي حاجة زوينة من كتتسمع الأغنية عرفته هذا زكريا غافولي كيغني ستون بون شوز ماشي تسمعوه ما تعرفو شكون هو ولا تقول شكون هادا صاد يمباق كنحاول ندير التنويع باش من نتحش في النماطية وأكبر دليل هو نسب المشاهدة وأن الناس كي تيك توكي والأغنية وأنها كتستريم مزيان في البلاتفورم هذا هو أكبر دليل تحية للفريق العمل اللي خدم فيها طريق الحجيري مادارا ومحمد المغربي اللي خدموا معي الأغنية ديال تغيب وتبان وكذلك الإخراج دريستابيرو وإلياس عمران كنوجي نوم تحية من هذا المينبر أغنية رومانسية أغنية واه يا الشكامة راي أغنية جييندمانا راي أغنية ديال زيد فيلم الزي كا بوب يعني كين تنوع ولكن يمكن الناس حبينوا باهرة ودارة نيقل بودك شيدارو ديك سيكس اكس تخاوك ديناغ بحال الناس هذوك اللي ما فين تققوا في زكريا غافولي كتر ممتقوا عاقلين على الأغنية توراتية يأسير لأن مني كتنجح في واحد السيل خاصك تغلب على ذلك النجاح اللي من قبل بشي حاجة جديدة بشي الله يتقيقوا فيك وليك اللي سنسير كتكون البصمة ديال كاينة